موسيقى غيب الموت اليوم الشاعر المصري الكبير عبد الرحمن الأبنودي عن عمر ناهز 76 عاما بعد صراع طويل مع المرض ولمواكبة هذا الموضوع في استوديو مرسلنا إحسان عبد الرحمن أبو خوش مرحبا بك من هو الأبنودي في البداية؟ طبعا هو من أشهر شعراء العامية الذي كتب باللهجة العامية الصعيدية كتابته كانت باللهجة بالصعيد طبعا هو نسب إلى القرية التي ولد بها إلى أبنودي فلذلك سمي عبد الرحمن الأبنودي نسبة للقرية التي ولد بها طبعا أيضا هو لقب بالخال وهذا اللقب الذي عرف في صعيد مصر للشخص الذي يملك هالة معينة من التقدير والإحترام أيضا كتب الكثير من الآغاني وجميع أشعاره كانت بالعامية أم كان له أشعر أيضا؟ غلبت أشعاره بالعامية أيضا هو شعر وأيضا نستطيع أن نقول موسوعة تاريخية لأنه مات وناهز الـ 76 عاما يعني عاش حقبات زمنية متنوعة بداية من فاروق إلى هذه اللحظة نعم دعنا نقول قضية كان الإعلان عن وفاته قبل عشرة أيام أو أكثر من ذلك تبين بأنه موت سريري واليوم الإعلان عن وفاته بشكل رسمي بعد مرض عسير عاشه دانا نقول لكن ما ميز هذا الشخص؟ ما ميز هذا الشخص شهرته يعني هناك له الكثير من الزخم الشعري كتب الكثير من الشعر باللهجة العامية ما يميز بالشعر العامي أنه سلس سهل قريب للجمهور كتب في عدة مجالات بالمجال الإنساني أيضا والاجتماعي وتحدث عن المواطن المصري عن أهل الصعيد في مصر له كتابات مثلا السيرة الهلالية التي جمعها من شعراء أهل الصعيد أيضا كتب أغاني لمغنيين معروفين على سبيل مثال كتب العبد الحليم حافظ هو عرف بكتابة الأغاني أيضا نعم كتب الكثير من الأغاني لمغنيين معروفين لحتى لآخر لحظة نستطيع أن أقول كتب أيضا قصائد عن الحكام كتب عن السيسي مؤخرا قصيدة يتحدث بها عن السيسي ويمدح بها السيسي هل أضاف شيء للشعر؟ هل طور الشعر العربي بشكل؟ لا شك الشعر يتطور الشعر العربي على مر التاريخ مر عدة مراحل تطور وتطوير منذ الشعر القديم الذي يميزه الشعر العمودي من قافية موحدة صدر وعجوز والوزن الداخلي إلى الشعر التفعيل الذي خرج عن قالب الشعر العمودي وما يميز هذا الشعر التفعيل هو الشعر ينتمي نستطيع أن أقول أنه في داخله وزن داخلي لكن لا توجد قافية موحدة ولا صدر ولا عجوز وإيضا اليوم يوجد الشعر النثري الذي خرج عن قالب الشعر التفعيل وتطور الشعر إلى الشعر العمي وما أهم أعود بك إلى الأبنودي ما أهمية الأبنودي في الشعر المصري في الشعر العربي هل برأيك سوف يذكرون هذه الشخصية أو هذا الشعر؟ لا شك أن الشعر هو شعر كبير وتركك الكثير من البصمات يعني كتباته هي السهلة البسيطة المواجهة لشريحة كبيرة من الجمهور ومن المطلقين ومن القراء لا شك سيترك بصمات كبيرة على المطلقي والقارئ فالمواضيع التي طرحها هي مواضيع مهمة وملحة اجتماعية وإنسانية حتى كتب عنه هناك محمد توفيق الكاتب الصحفي الذي كتب عن حياة هذا الشاعر في كتاب الذي سمهه الخال اللقبه الخال الذي يتحدث عن الازدواجية عن الضبابية في حياة هذا الشاعر يعني هو من جهة يمتازه بالبساطة وفي نفس الوقت بالعمق يمتازه بالضبابية وبالوضوح ما يسمى بالسهل الممتنع نعم إحسان عبد الرحمن أبوه شكرا جزيلا لك على هذه شكرا جزيلا لك